اشتركوا في القناة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وبهذه المناسبة اشهد سعادة وزير الاعلام بتنظيم الكونغرس العالمي للعلام للعام الثاني على التوالي في ظل ما يمثله هذا الحدث من منصة مهمة لمناقشة واقع ومستقبل صناعة الاعلام اقليميا ودوليا وساحة لتبادل الافكار والخبرات التي تفتح افاقا من شأنها الاسهام في تطوير العمل الاعلامي وتعزيز قدرته على التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه الصناعة الاعلامية واشدد سعادة وزير الاعلام على ان مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وبدعم مساندة سمول العهد رئيس مجلس الوزراء تولي قطاع الاعلام اهتماما متزايدا ايمانا بهمية الرسالة الاعلامية الصادقة والرصينة كعامل مساعد في خدمة التنمية الشاملة ونوها سعادة وزير الاعلام بما تشهده دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة من تطور مستمر في المجال الاعلامي وما تبديه من اهتمام بالاستثمار في هذا المجال الحيوي ليكون اكثر قدرة على اداء رسالته الثقافية والتنموية واضف سعادة وزير الاعلام ان مشاركة هذه الكوكبة من الخبراء والمتخصصين في اعمال الكونغرس العالمي للاعلام 2023 يفتح افاق جديدة وروية اكثر شمولا لتعزيز دور الاعلام في قيادة منظومات التنمية التي تشهدها دول المنطقة بافكار ابداعية وغير تقليدية وعرب سعادة وزير الاعلام عن شكره وتقديره لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة على ما تقوم به من جهود الارتقاء بالكوادر الاعلامية الخليجية والعربية الشابة عبر تنظيم مثل هذه الفعاليات بما تتيحه من فرصة الاستفادة من خبرات كبار الاعلاميين والاكاديميين في حقول الاعلام المختلفة اشتركوا في القناة